كما تعلمنا في الدرس السابق كيف نسوي أساب أمريكي بدون استخدام ماستر كارد أو الفيزا راح نتعلم كيف نحمل التطبيقات والألعاب للآيباد أو الآيفون على الآيفون وبعد التحميل كيف راح نسوي لها تزامن مع الآيفون طبعا لنا الحين ما شبكنا الآيفون الجديد حقنا اللي عليك تسوي أول ما تدخل على الآيتونز ستور تروح للآب ستور من هنا أشياء مهمة لازم تعرفها عشان تفرق بين تطبيقات والألعاب للآيفون عن الآيباد هذه الخاصة بالآيفون هذه الخاصة بالآيباد طيب كيف تحصل أقسام الآب ستور أو البرامج أول ما تحلم على الآب ستور من هنا ترسل سهم هنا أقسام جميع الألعاب أو جميع التطبيقات هنا مثلا games news medical إلى آخره وراح تحصل على الجهة اليمين التوب من كل شيء مثل التوب بفري زي كده عشان ما تقدر تبحث وزي كده تكون مطلع على التوب وأكثر شيء يحملون الناس في الستور الأمريكي طيب كيف نحمل أي تطبيق إذا عليك تسوي تروح لأي تطبيق إذا علمت عليه راح يطلع لك الخيار التالي راح يقول لك نقيمته بـ 2.99$ كيف تحمله تضغط عليه وراح يتحمل وينخص من خسابك إذا ضغطنا على السهم نقول لك هنا يعني هنا تتوي كابيل اللينك هنا تسوي إلى شار لفيسبوك هنا تسوي إلى شار لتويتر وإلى آخره وتهلم أخياتك وزي كده طيب خلونا نجرب ونحمل أي شيء فري عشان يكون في الصورة نروح لالقسم التالي نشوف للفريد اللي هنا راح نحمل أي تطبيق فيسبوك راح أبحث عن تطبيق موب عندي مثلا هذا التطبيق نضغط عليه من هنا سيما ذكرتكم سابقة على الطول راح يسوي إلى داونلود من خيار الداونلود هنا وراح يتحمل طيب إذا تحمل البرنامج وين يروح؟ يروح الخانة الأبس هنا في الآيتونز الجميل في خانة الأبس في الآيتونز إنه يصنف لك التطبيقات هنا التطبيقات اللي دعمها الآيفون والآيبود تتش مع الآيباد إذا انزلنا هنا تحت راح تحصل تطبيقات اللي دعمها الآيفون والآيبود تتش فقط هنا جميع تطبيقاتي من أول شرائي للآيفون طيب لو ما حصلنا من الخيارات هنا أبس نروح للآيتونز من هنا دم بريفينسيس بعدين تحصل هنا جميع الخيارات مثلا لو شلنا موفي راح يختفي موفي من الشريط اللي عليه صار زي ما شاهدنا إذا علمنا على جميع الخيارات راح تلاحظونها كلها هنا طيب الهين راح نشوف التطبيق اللي حملنا قبل شوي للآيفون مثلا سوي لبحث من هنا نروح للآيتونز ستور إذن اسمه uptown uptown نروح من هنا up up town لاحظوا هذا هو تطبيق طيب أبغى أبحث عن أي تطبيق مثلا نروح خيارات السيرش هنا نضغط فيسبوك مثلا ونسوي لأسيرش لاحظ راح يسوي لك راح يطلع لك كل التطبيقات الخاصة بالكلبة اللي انتبهت عنه مثلا أول ما سوينا سيرش طلعنا تطبيق فيسبوك الخاص بالآيفون هنا تطبيقات اللي تدعم الفيسبوك للآيباد هنا الأوديو بوكس إلى آخره طبعا مو بمنظوعنا والحين عرفنا كيف نحمل البرامج وكيف يعني نحملها وين نرقاها اللي باقي علينا نشويك الآيفون ونشوف ونشوف واش بصير بعده